أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا ليما ويبع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان نلزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية نمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وإذا أردنا أن نهلك قرية نمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكمهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم وكمهلكنا من بعد نوحل صدق الله العظيم وكمهلكنا من بعد نوحل